بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أكبر الآفات في آخر الزمان تخرج من العلماء ليس العلماء الربانيين ولكن من اعتقد الناس ظهرا أن هؤلاء هم العلماء الذين يمثلون أمة رسول الله ولذلك قال سيدنا معاذ بن جبل أعلم الأمة رسول الله بالحلال والحرام قال زلة العالم زلة عالم إذا زل العالم كل من يقتدي به سيزل بزلة العالم فيحمل وزره ووزر من اقتدى به في زلته دعوة صعبة وإذلك خرج علينا بعض المفتين في هذا الزمان بفتاوى غريبة 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 فمفتي الأزهر ولا مفتي مصر القديم تكلمنا عليه في واحد كلمة إن شاء الله تعالى أكد على أن إليزابات ملكة بريطانيا من آل بيت رسول الله مهمة تشترح ناجون ثم مفتي ديار الحجاز لم يجد أمرا يفتي فيه للأمة والدماء تسيل في كل مكان إلا أن ينطفضوا ضد هذه اللائحة أو إلا هذا الراية التي يرفضها الناس المسلمين وكتبوا فيها إلا رسول الله يقصدون أن النبي قدس الأقداس عند الأمة لا يروا أبدا أن يساء إليها هذا هو المقصود ليس المقصود أنه إلا رسول الله المقصود أن تعه يا ووالله تسب الله ماشي نديروا إلا الله ماشي نزيده يا ووالله تقتل شيء واحد ماشي نديروا إلا دماء المسلمين يا ووالله يعني قالوا أنتم ما قال لي غالط فمصبح الله اجتمع العلماء دي الحجاز كاملين في هذا الزمان الذي يقتل فيه المسلمون فلم يجدوا شيئا يردوا به على من يسيء إلى النبي إلا ضرب من يرفع هذه غيرة على النبي يا الله خلينا أولف المفتنتع سوريا الله يجزيه البارح يا فارح جاء المفتنتع سوريا يا كث واسمودان المفتنتع سوريا مفتنتع سوريا واسمودان في لقاء جمعه بالنصارى واليهود وبعض المسلمين حي الجمعة باللغة العربية وبالإنجليزية وبالفرنسوية وباليهودية شالهم ياك وقال لهم أنا يا لم أخلق في هذه الأرض جزافا ولم أوجد فيها ما بالتدبير ديالي والإرادة ديالي أرب يخلقني هنا يا مزيان ما كحتم مشكي وقالهم هذه الأرض هي اللي كتسم الشام هذه الأرض مباركة الشام أرض مباركة أرض مباركة باركها الله في قوله تعالى سبحان الذي أصرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله بارك الله حول بيت المقدس اللي هي الشام كله والنبي صلى الله عليه وسلم مدح الشام وأهل الشام وأن عمود القرآن وعمود الشريعة يثبت في أرض الشام وكل من سأل النبي في زمن الفتنة حينما تحدث إلى أين توجهنا قال النبي أوجهكم إلى أرض الشام أرض الشهداء أرض الجهاد أرض الرباط إلى يوم القيامة فأرض الشام أرض الرباط إلى يوم القيامة ودع النبي يقول اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا فقال بغيف السرنة واسمه هي الشام قال الشام واسمه هي هي سوريا ولبنان والأردن وفلسطين وإسرائيل عرفت وجديد درن إسرائيل أرض مباركة ودولة إسرائيل دولة مباركة ونتنياهو من أكبر أولياء الرحمن المبارك هذا قلنا إليزابيت من قلبيت ودلنا نتنياهو باريزو وشيمونو وهذه كل واغش لأسه هالشي قال لك هذا مبارك الله 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 فقام الكثير الكثير من المتصفحين لمواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على هذا الكلام ويحق الآن للإنسان المسلم للمرء المسلم أن يعرف هذا النوع من العلماء والمفتين الذين يعملون على ترسيخ أنظمة الاستبداد ويعربون على أن أنظمة الاستبداد التي يخدمونها هي أنظمة طرف إسرائيل دولة مباركة وإن كانت طرف إسرائيل دولة مباركة أتظن بعد ذلك أن سوريا بشار المجرم يمكنها أن تهجم على اليهود لتخلص أرضنا المباركة من إسرائيل لا لا قلنا الجولان لا يمكن فهذا دليل إذا كان المفت المنطلق من مرجعية الإسلام قال الله قال رسول الله جعل المجرمين المفسدين الملعونين على لسان داود وعيسى بن مريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهن عن منكر فعلوه لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء هؤلاء الملاعين أصبحوا مباركين أي زمان هذا صدقت يا رسول الله حينما أخبر النبي أن من علامات الساعة أن تأتي سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتحدث ويتكلم الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العام تخيل معي لو أن الأمة تؤمن بقول هذا الذي يسمى مفتي آي بطلة يعني واش كي يقول أن احتلالهم زيد شرعي زيد أخو المبارك واسم أن تدعيمهم واجب زيد أن جرائمهم في فلسطين سقطت بالتقادم أن حربهم على غزة حرب مشروعة أن المجاهدين المرابطين الذين يقاتلون الصهاينة لتطهير أرض الرباط من دنس الصهاينة إرهابيون فهو الآن يزكي كل ما يشاع في الدوائر الكافرة الغربية الصليبية الصفوية السهولية حينما يتهم الإسلام بالإرهاب هذا جاء ليوقع ويختم باسم الفتوى باسم الفتوى باسم هذه الوظيفة الدينية العظيمة لأن المفتي يوقع عن الله وعن رسول الله فحوله ورقوته إلا بالله العيالي ولذلك نحن نقول له ولهؤلاء بركتم إسرائيل وجعلتها بركة نسأل الله تعالى أن يحشرك مع هذه البركة وينا نهر هادروا على هذا المصيبة اللي تقال ويصفقوا عليه ليهود ويصفقوا عليه ليهود ويصفقوا عليه ليهود ويصفقوا عليه ما حتى واحد في العالم لحد الآن ما قابل لإسرائيل دولة مباركة إلا هذا المصيبة هذا الذي يفتي لبشار بالقتل بالبراميل المتفجرة لكن هادشي ماشي غريب إلا كان سكت جعل آلاف مئة آلاف الذين يقتلون من أهل السنة في سوريا وتهجير مناطق بأكملها ويغرسوا فيمايا الشيعة الصفوية ماشي غريب ماشي يقول هادشي فنسأل الله تعالى أن يعفو عن نيار والله يجعل مولانا يبدل هالظلمة وينصر الإسلام والمسلمين وصل الله على حبيبنا محمد شكرا